لا يزال خزان صافر النفطي بدون صيانة رغم أن الدعوات التي تحركت للمطالبة بحمايته بدأت في 2015 حيث حذرت الحكومة من خطورة غرق خزان نفط صافر الكائن في راس عيسى بمحافظة الحديدة نتيجة حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات وفق رسالة وجهها وزير الخارجية محمد الحضرمي إلى الأمين العامل أمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال فيها إن سفينة صافر معرضة للغرق أو الانفجار في أي لحظة رسالة الحكومة للأمم المتحدة تزامنت مع تأكيد وزارة النفط والمعادن على أن الخزان معرض للانفجار بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على الحديدة واتهمت الوزارة في بيان لها الميليشيا برفض كل الوسطات وتجاهل جميع المبادرات وعرقلة دخول الفرق الفنية لإصلاح الخزان النفطي كانت قناة بلقيس قد نشرت وثائق في يونيو 2017 كشفت عن وجود نحو مليون ومئتي ألف برميل نفط خام في خزان صافر ما هو مؤكد أن بقاء السفينة العائمة في راس عيسى دون إصلاح قد يؤدي إلى تدمير المحميات الطبيعية في البحر الأحمر وجزيرة كامران لكن الأمر المثيل للريبة هو صمت المجتمع الدولي رغم أن النتائج الكارثية لن تقتصر على اليمن فقط بل قد تطال جميع الدول المطلة على البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر